استقطاب الناخبين ضمن معركة جمع التوقيعات يدخل أحزاباً سياسية في مخاض عسير لم يحسب له حساب شرط تحصيل 25 ألف توقيع عبر 23 ولاية بما لا يقل عن 300 توقيع في كل ولاية يضع تشكيلات سياسية أمام محاك حقيقية فهو يجعلها تصطدم بشكل مباشر بهاجس التمثيل الأمر يتطلب 25 ألف استمارة في 23 ولاية كحد أدنى وكل ولاية ب300 توقيع أعتقد بأن الأمر سيكون صعب جداً على الأحزاب أن تلوم نفسها لأنه بملاحظة بسيطة فهذه الأحزاب تعاني نقص الهيكلة ومقراتها في كبرى المدن بينما يبقى انتشارها ضعيف جداً على بعد 40 متر من مقرها لا أحد يعرف بأن هناك مقر الحزب عداء الأحزاب التقليدية التي تحافظ على أوعيتها الانتخابية رفع سقف شروط دخول المعتارك الانتخابي بالنسبة للقوائم الحزبية أمر تفرضه اللعبة السياسية بحسب فاعلين فهي العيارات الفاصلة ثقلاً في ميزان الأحزاب هذا يعني الحد الأدنى لدخول أي حزب للمعتارك السياسي والحزب عند تأسيسه هو أصلاً يطلب من التواجد المؤسسين في ثلث الولايات إذن مفروض الحزب اللي عنده ثلث الولايات في تأسيسه أكيد سيتحصل على عملية جمعة التوقعات اللي نطلبها هذه الديمقراطية الحزب لازم يفرض نفسه في الميدان بتواجده بمناظله بالجهد بالعمل لأن عملية جمعة التوقعات رأي حملة انتخابية مسبقة بدرجة أقل من القوائم المستقلة مهمة صعبة تنتظر الأحزاب السياسية جمع توقعات وفق شروط التي تمليها المادة 316 من قانون الانتخابات قد تفرز بحسب ملاحظين مفاجآت غير منتظرة بسقوط تشكيلات سياسية في أولى امتحاناته طريق التشريعيات